فريق النادي الآلي ويمكن شوفنا لقطات وكواليس حصرية على شاشة قناة الآلي قربنا شوية من المشهد قربنا شوية من الصورة شوفنا اللحظات اللعبة بتتمنى فيها التوفيق من ربنا صحوانا وتعالى وخالص الدعوات بالتأكيد للجهاز الفن واللعبين بالتوفيق النهاردة عايز اأكد لكم على تأكيدا لكلام فاروق محمد أمين بن حميدة الباك والظاهير في فريق تراجي التونسي هيكون موجود في مباراة النهاردة لكن عايز اأكد لكم هو بيلعب بعد ما اخذ مسكنات عديدة جدا لان مشاركيته النهاردة بشكل طبي بغض النظر على المسكنات كانت تبقى صعبة جدا عنده اصابة قوية جدا في مشة القدم ويمكن ده خبر اعتقد هيبقى مهم جدا للجماهير سواء في تونس او في مصر لعب مهم جدا في خط الدفاع لعب محوري بيعتمد عليه مجل كاردوزو ولكن انا عايز اأكد لحضراتكم هيلعب النهاردة من خلال مسكنات لان العناصر الاساسية ما عندهاش بدائل الا في حدود معينة فاعتقد نهاردة بإذن الله لو الاهل عنده دقة قوية زي ما احنا شايفين في السنوات الاخيرة او في المباراة الاخيرة يقدر النهاردة ان شاء الله كلر يحسم المباراة وبإذن الله الاهل النهاردة يكون موفق في الفوز في هذا اللقاء نخرج الى فاصل ثم نواصل